تتسارع معدلات البطالة في العالم الحديث بشكل كبير ما خلف مشكلات اجتماعية واقتصادية كبيرة القد بظلال وخيمة على الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم وتحديدا في الدول النامية وفي هذا السدد أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 470 مليون شخص حول العالم عاطلون عن العمل أو في حالة بطالة مقنعة وخلال العقد الماضي استقر معدل البطالة عالميا عند 5.4% لكن منظمة العمل الدولية تتوقع أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 190 مليون في عام 2020 مقارنة بـ 188 عام 2019 ما يعني أن معدل البطالة سيرتفع مجددا إلى نحو 5.5% في عام 2021 أي بنحو مليونين ونصف مليون شخص وأشار التقرير الأممي إلى أن تباط النمو الاقتصادي العالمي وزيادة القوى العاملة العالمية وعدم المساواة في الداخل تجعل من الصعب توفير وظائف جديدة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل وشددت منظمة العمل الدولية على أن نحو 285 مليون شخص يعتبرون في حالة بطالة مقنعة أي أنهم إما يعملون أقل مما يرغبون وإما فقدوا الأمل في العثور على وظيفة ما يرفع الرقم إلى نحو نصف مليار شخص ويمثل 13% من القوة العاملة على الصعيد العالمي من جهة أخرى أرجع خبراء ارتفاع نسب البطالة حاليا إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى سوق العمل فما كان يقوم به عشرة أشخاص بات يقوم به شخص واحد بسبب وجود الآلة ما أدى إلى إلغاء ألاف الوظائف التي أدت إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل أما في الدول العربية فبلغ معدل البطالة نحو 10% عام 2018 وبقي كذلك العام الماضي لكن تتوقع الأمم المتحدة ارتفاع هذه النسبة في عام 2020 وتعتبر مشكلة البطالة كبيرة في البلاد العربية لأن موظم فئة العاطلين عن العمل من الشباب وهم بين 15 إلى 24 عاما والتي تشكل 26% من مجموع العاطلين عن العمل في البلاد العربية وهو معدل يعادل تقريبا ضعف معدل بطالة الشباب على مستوى العالم المسجل وهو 13% وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الدول العربية بحاجة إلى توفير 60 مليون فرصة عمل حتى عام 2020 للإبقاء على مستويات بطالة الشباب عند مستوياتها الحالية كما أنه من المتوقع أن تستمر معدلات البطالة إلى نحو 49% في عام 2040 وتؤكد الأمم المتحدة على أن بناء حياة أفضل من خلال العمل أصبح أمرا صعبا مشيرة إلى أن غياب المساواة يمنع الكثيرين من العثور على عمل وأن استمرار هذا الوضع سيزيد الأمور تعقيدا في المستقبل ترجمة نانسي قنقر